الأعمال العامة لشهر شعبان يستحب في شهر شعبان أمور أن يقول في كل يوم سبعين مرة أستغفر الله وأسأله التوبة أن يستغفر كل يوم سبعين مرة قائلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه أن يتصدق في هذا الشهر ولو بنصف تمرة ليحرم الله جسده على النار ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام من يتصدق بصدقة في شعبان رباه الله تعالى كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي يوم القيامة وقد صار مثل أحد أن يقول في شعبان ألف مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ففي الرواية كتب الله له عبادة ألف سنة ومحى عنه ذنب ألف سنة ويخرج من قبره يوم القيامة ووجهه يتلألأ مثل القمر ليلة البدر وكتب عند الله صديقا أن يصلي في كل خميس من شعبان ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد مئة مرة فإذا سلم صلى على النبي وآله مئة مرة فمن صلىها قضى الله له كل حاجة من أمر دينه ودنياه الإكثار في هذا الشهر من الصلاة على محمد وآله أن يصلي عند كل زوال من أيام شعبان وفي ليلة نصف منه بالصلوات الشعبانية المروية عن السجاد عليه السلام أن يقرأ المناجاة الشعبانية المنسوبة إلى أئمتنا عليهم السلام ومجتملة على مضامين عالية ويحسن أن يدعى بها عند حضور القلب